السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء بدون مقدمات تعالوا نرجع للجدول اللي كان معنا سمعتك بتقول لخيتنا في الجدول سمعتك انت كمان تقولي لخيتنا يا استاذ في الجدول حبيبي صديقي زميلتي صديقتي أختي بنتي بدون هذا الجدول مش هتعلم قواعد أول خطوة في حياتك تعملها احفظ الأفعال بهذا الشكل the first thing to do is to memorize the verbs and its conjugations or their conjugations تصريفاتها ما احفظتاش تقول ليش بدي تأسيس في الإنجليزي صعب الإنجليزي 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 أسهل من العربي بمليون مرة احفظ أول خطوة تصريفات الأفعال الخطوة الثانية احفظ مفردات الخطوة الثالثة هتصير عالم إنجليزي مش موضوع كبير يعني عشان هيك أنا لخيتكم في الجدول وحكيت لكم وبرجأ أعيد مع القائمة الأولى يأتي do و does do pass does pass do till does till do no does no do study does study نغني وهذا يشكل زمن اسمه المضارع المضارع البسيط present symbol حكينا إنه مع present participle بيأتي am is are was where am is are was where am passing is passing or passing am tilling is tilling or tilling آه طب and I believe it is easy busy lemon squeezy easy busy lemon squeezy يعني سهل جدا 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 أو a piece of cake قطعته من الكعك زبادي في الخلاق تعال نشوف مع القائمة الثالثة إيش بيجي مع القائمة الثالثة اللي هي هذه القائمة يأتي have أو has طبعا يأتي had كمان had لكن had في درس لاحق إن شاء الله يأتي have أو has وهد ها هاي ملاحظة had لكن مش يوم درسنا عن had اليوم درسنا عن have وعن has فأنا بقول have passed has passed have spoken has spoken have begun has begun have started have has started طبعا حتسألني طبعا استخدم have ولا has القاعدة بسيطة جدا القاعدة بتقول إنه have وهاز زائد البيبي إيش يعني بيبي يعني past participle إيش بيعطوني 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 present perfect present perfect المضارع التام المضارع التام طيب يا حبايبي اليوم يعطيني مثال قبل المثال أنا بدأقول هي وشي وات تأس والمفرد تأتي مع هاز هي هاز شي هاز ات هاز علي هاز أحمد هاز مدلين هاز سجع هاز 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 أوكي مثلا the child the child هاز the kid هاز الطفل المفرد مع هاز هي she it هاز لكن مع هاز بيأتي I هاز you هاز they هاز we هاز the children have the people have علي أند محمود have مونة أند زكي have سجع أند عولا have مثال I have joined to the palestine society باللاحظ I أخذت have وتبعت have بالتصريف التالت شكل عندي زمن اسمه present perfect easy easy busy lemon squeezy اختصار I have I have I have they have they you have you we have we I joined to the palestine society by مثال chani I have participated in three events so far I have participated in three events so far I have participated in three events so far he has he has participated in three events so far has عشان he okay more he is participated jing ing be is is if jing is 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 easy busy lemon squeezy he has joined the palestine society he is joined the palestine society for I think everything is cool and is easy and easy and easy allah okay let's move now to اليوم نيجي الآن نتعرف على كيف يمكن أن نعمل نفي كيف ممكن نعمل سؤال تعال نعمل نفي ببساطة أنا حكيت لك في البرزنت سيمبل لما شوف دو عشان أعملها نفي بحط نت لما شوف داز إيش بحط نت هيك صارت نفي هذا البرزنت سيمبل القائمة الأولى في القائمة الثانية حكيت لك عشان أعمل نفي لإز بحط نت عشان أعمل نفي لآر بحط نت بعد آر تمام وقام نفس الشيء طيب هذه من بشوف هاف بحط نت they have not joined the palestine society they have then joined to the palestine society إذن إما بقول have not أو haven't طيب تمام he has participated in three events so far he has not participated in three events so far he has then participated in three events so far أعتقد سهل جدا تعالوا نعمل سؤال come تعالوا نعمل سؤال الجولي بتقول they have joined to the palestine society زي ما عملنا في البرزنت سيمبل نقلنا do or does للأول في البرزنت كنتينيوس نقلنا is am are للأول نحن ننقل هاف للأول تعالوا نشوف كيف have they joined the palestine society she has participated in three events has she participated in three events والله أنا شايف أسهل منك يعني أم استغرب ليش يعني بهالسهولة هيك أتمنى يكون سهل بالنسبة لكم أتمنى نيجي للكلمات المفتاحية key words هنقسم الكلمات المفتاحية لعدة أقسام ومجموعات بناء على طريقة استخدامها بدكم الصراحة هذه أهم النقطة للي عايز يتفوق في موضوع present perfect هذه النقطة أهم شيء الباقي كان كله تافه اللي هان هان هذه النقطة very important vital essential paramount important مهم جدا تمام تمام المجموعة الأولى just or already just already just already just معناها خدناها قبل مين يقول لشي خدناها قبل سمعتك قلت only فقط صح بس مش هان في هذا الزمن just بيكون معناها let tau a moment ago let tau a moment ago فرقزي معاي let tau already بيكون معناها بالفعلي أو بالفعلي أو يعني جاهز أو حصل بالفعلي حصل بالفعلي جاهز ما قال just already بتدعرف we use just already with affirmative sentences أنا بستخدم هدولة just already مع الجمل المثبتة آه سمعتك بتقولي ويش يعني مثبتة سمعتك مثبتة يعني ليس فيها not الجمل الجمل مش لازم يكون فيها not لو كان فيها not بنفعش هستخدم just already غلط لا يجوز بنفعش تكون منفية يعني لازم تكون جملة ليس فيها not وانت كمان بتسمعتك سمعتك بتقولي طب هذي بنفع عادي لا يعمم هذي هي هذي تنتين هذه not وهذه not لا يجوز أن أستخدم already or just في وجود not تمام فقط في الجمل التي ليس فيها not طيب خطوة حلوة we use them after have has نستخدم بعد have و has ليس قبلهم ليس في أول الجملة ليس في آخر الجملة بعد have و has تعال ناخد مثال ولي they have already won the match won the match وين أجت already أجت بعد have وحتيجي بعد has تمام هل الجملة فيها not ليس فيها not يبقى الجملة صحيحة تعال ناخد جمل غلط ونشوف ليش غلط they already have won the match ليش هيلو غلط حسنتي حسنتي لأنه already أجت I'm sorry I'm sorry again I'm sorry again لأنه already أجت قبل have have وهذا بن فاش already لازم تيجي بعد have هذا الكلام ينطبق على just الكلام اللي أنا بقوله ينطبق على just طب تعال نعطيك كمان جملة وتقول ليش غلط they have won the match already طبعا طبعا كلامك صحيح هل غلط تيجي في آخر الجملة وغلط تيجي في أول الجملة فقط تأتي بعد have كذلك ينطبق على just نفس الكلام كمان جملة they have not already won the match طب انت قلت لنا بتيجي بعد have ليش هدي الجملة غلط ما قلت لك بنفعش يجي معها not ما بنفعش يجي معها not سامع كيف تضحك عليه ما بنفعش يجي معها not تامع نيجي للمجموعة الثانية من الكلمات still ما يزال yet ليس بعد still ما يزال yet ليس بعد انتبوها we use still yet with negative sentences with negative sentences حدا بقول سامع بقول طب ويش يعني negative sentences negative sentences يعني الجمل التي بها معها not فيها not اذا فيها فيها not نستخدمها مع الجمل اللي فيها not بقدرش استخدمها الا بوجود not اذا ما كانش في not ما استخدمه اذا ما كانش في not ما استخدمه خلاص still yet يجب انت ترافق مع not still yet يجب انت ترافق مع not طب وين مكان still still مكانها قبل have has قبل عكس جمعتنا اللي هان قبل have has ويت مكانها في نهاية الجملة still وين مكانها قبل have has yet وين مكانها في نهاية الجملة طبعا نشوف هاد الجملة غلط آه ليش لانه الي ساعة بزاعج صوت ينبح وبقول لك انه still بده still بده تيجي قبل have has روحت ما عمل إياها غلط يا فندي طيب ليش ترجم لي غلط طب ما جبت لك still قبل have has why لانه مش منفية يا استاذ قلنا لك بدنا not بدنا not لانه لا تأتي still ويت الا مع الجملة المنفية منفية يعني ايش لا حول ولا قوة الا بلا ساعة منفية يعني فيها not طيب هذي الجملة they have won still the match برضو غلط فيش فيها نفي ومكان still مش صحيح هاي الجملة الصحيحة they still have not won the match they still have not won the match اجت still قبل have واجه مع اي not هذي الجملة صحيحة ينطبق هذا الكلام انت خليكوا معي بدنا تعالي نشوف yet هذي الجملة ليش غلط they have yet won the match من يقول لي حسنتي حسنتي ليش لأن yet yet يجب ان تأتي اخر الجملة وليس بعد have وليس قبل have وليس بعد has وليس قبل has في اخر الجملة حسنتم طيب they yet have won the match نفس الحاجة لأن yet يجب ان تكون في اخر الجملة جميل 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 طيب they have won the match yet هجبت لك yet في اخر الجملة كيف عيش غلط طبعا غلط طبعا غلط لأن إلي سعب بحسوقي وبقول لك when not when not yet بد ه not yet بد ه not yet بد ه not تمام إذا نغنيها yet بد ه not الجملة الصحيحة they haven't won the match yet yet أجد في الآخر و not موجود يبقى جملة سليمة they haven't won the match yet طيب المجموعة اللي بعدها ever yet انتبهولي ever yet برضو yet دير بالك لها مرتين جاية ها هاي أجد في المجموعة الثانية والثالثة ever yet ما لهم شوف يا صديقي شوف يا صديقي ever yet بيأتوا مع السؤال مع السؤال وليس مع النفي وليس مع المثبت أنا عندي تلاتة أنواع من الجمل إما جملة مثبتة ما هي الجملة المثبتة الجملة المثبتة ليس فيها NOT عند النوع الثاني الجملة المنفية ما هي الجملة المنفية هي الجملة التي فيها NOT يعني لا ليس لم طيب أيضا سوال نوع الثالث السؤال اللي هو السؤال اللي تعلم ننصيغه طيب وين موضعيت في السؤال برضو في آخر الجملة وين موضعيت في آخر الجملة لكن انتبه لما يكون سؤال ما باستخدمش لا أستخدم لا أستخدم لا أستخدم لما يكون يت في حالة سؤال لا أستخدم تمام يعني غنيتها طب وين موضع بعد الفاعل بعد الفاعل بعد الفاعل ممكن يكون الفاعل يو هي شيء ضمائر ممكن يكون أحمد علي محمود بيبل تعني نشوف مثال هاو ذي وان ذا ماتش يت أفازوا في المباراة بعد فازوا فيها ولا لسه هاو ذي افر وان ذا ماتش عمرهم فازوا في المباراة لاحظت أنه فيش نفي لكن يت أجت في الآخر هذه جملة صح هنا ما فيش نفي وإفر أجت بعد ذاي اللي هو الفاعل المجموعة الرابعة مجموعة لطيفة وجميلة lately مؤخرا recently مؤخرا so far مين يقول لي معنى so far لحد الآن up to now لحد الآن for لمدة for لمدة طبعا هذه for غير عن حرف الجر صح نفس الكتابة بس إلها معنى ثاني هذه for معنىها لمدة since معنىها منذ وهدول الجماعة الحلوين يأتوا آخر الجملة سمعتك مع النفي ولا مع المثبت بتسألي مع الاتنين مع النفي والمثبت دول جماعة طيبين هدول جماعة محترمين بفرقوش نفي مثبت مع الكل مع المصالحة الوطنية recently lately so far up to now four cents هدول بيأتوا مع الجملة سوى أن كانت مثبت ولا نفي سوى أن كانت مثبت ولا نفي وين موضعهم في آخر الجملة وين موضعهم في آخر الجملة they haven't won the match recently more they haven't won they have won the match recently they haven't recently won the match انتبه عاد recently recently and lately recently recently and lately هم الوحيدين بس اللي بيأتوا بعد have أو has هم الاتنين ممكن يأتوا في آخر الجملة اللي هم مكنين وممكن يأتوا بعد have أو has زي مين اللي بيأتوا بعد have و has زي already و just طب ليش ما حط انهم مش مع already و just آه لأن already و just يأتوا فقط مع المثبت إنما recently و lately يأتوا مع المثبت ويأتوا آه مع النفي يأتوا في بعد have و has ويأتوا في آخر الجملة حط هذه الملاحظة بس بس هذه الملاحظة عن recently و lately they have recently won the match وبقيت الجملة طبعا يا جماعة بقيتهم lately اللي عندك انت so far up to now for or since يأتوا في آخر الجملة مع ملاحظة النفور بس لازم أكتب بعدها مدة من الوقت لمدة عشر سنوات for ten years لمدة عشر عقود for ten decades لمدة خمسة شهور for five months لمدة اسبوع for a week لكن بعد since بدي أستخدم اسم سنة أو اسم شهر أو اسم حدث فأقول مثلا since January منذ يناير since February منذ فبراير since 1980 منذ عام 1980 since October war منذ حرب October since نكبة منذ النكبة بسمي بسمي إما بسمي السنة باسمها أو شهر باسمه أو الحدث أو الحدث ما بنفعش أما لمدة بدي وراها for معناها لمدة بدي وراها مقدار الوقت عشت في فلسطين لمدة 30 عاما أي 30 عاما طب عشت في فلسطين منذ 1970 مثلا منذ عشت في مصر منذ 2010 عشت في مصر لمدة 13 سنة تمام لماذا أستخدم لبريزنت بارفكت ما الدواعي لاستخدام لبريزنت بارفكت أرجوك أتوسل إليك أرجوك أتوسل إليك الانتباه جيدا لهذا الموضوع بالذات النقطة الأولى انتبوه لها جيدا لأننا هنحتاجها كثير باستخدموا لأتحدث عن حدث وقع في وقت غير محدد بابوس إيديكم ركزولي على وقت غير محدد ليش فزلك لا والله ما هي فزلك لأنه لو تم تحديد الوقت لا أستطيع استخدم لازم أستخدم زمن ثاني اسمه باست سيمبل اذكروا باست سيمبل لأنه لازم يمر علينا الباست سيمبل المجموعة رقم اتنين أحسنتم لأنه ضايلة لعننا أخذنا واحد قلنا المجموعة الأولى المجموعة الثالثة المجموعة ربما لأنني لا أعرف الوقت صح ربما لأنني لا أريد ذكر الوقت إما لا أعرفه وإما لا أريد ذكره طب إذا كنت أعرفه وأريد ذكره ساعتها ما بتستخدمش لبريزنت بيرفكت يروح بابا أنت بتستخدم الباست سيمبل طب ما استعد علمناه صح هنتعلمه خد معلومه تحضيرية فإذا مثال علي كسر رجله اليوم هذي الجملة صح غلط ليش غلط لأنه محدد للوقت كسرت رجله اليوم بصبط محدد عندي الوقت إذن الصح الجملة جاء غلط والصح إما بشيل بصير علي وإما بستخدم الكلمات المفتاحية زي علي هذي بروكن هذي لإيقلي علي هذي بروكن هذي لإيقلي تمام تمام أيضا باستخدم هذا الزمن إحنا قربنا نخلص سمع عليش أنا آسف نستخدم هذا الزمن لنتحدث عن حدث بدأ في الماضي وما زال يحدث الآن نعم شو لحدث البدأ في الماضي وما زال يحدث الآن هاي نجاعد بشرح لك إلي الحين 24 دقيقة بشرح لك منذ 24 دقيقة يعني في الماضي وما زلت بشرح بدك مثال تاني تتعلم اللغة الإنجليزية منذ 12 عام طبطت تتعلم ما هي قاعدة بتحضر الدرس وتتعلم من صف أول لليوم تتعلم وما زالت تتعلم بدأت منذ صف الأول وما زالت للتوجيه تتعلم تقود سيارتها منذ الطفولة واحدة بنت أبوها غني معطيها سيارة ومعلمها عليها وفي صف السادس بتسوق طب بطرت تسوق لا ما بطرتش تسوق ما هي بتخيل في الشوارع اللي نور داعس مبارحة 4 أولاد بتسوقها من الطفولة ولزة بتسوقها ونازل خبط في العالم تمام عشنا في غزة 10 سنين طب يا شوين إحنا الحين في غزة لزاتنا في غزة لأنه هذا الزمن بقول أنا عشت منذ 10 سنين وما زلت أعيش عشت في الضفة الغربية منذ عام 2021 طب روحت لم روحت لست نعايش لأنه حدث بدأ في الماضي وما زال مستمرا حتى الآن آخر استخدام أن نتحدث عن حدث وقع في الماضي وانتهى في الماضي طب ماله 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 ترك أثرا ترك دليلا على وقوعه ترك دليلا على أنه حدث بدك مثال يجي لك واحد عرجان كل عرج هذا دليل على أنه كان يجري أو كان يشتغل صح؟ أو يجي لك واحد بلهث دليل أنه خايف صح؟ سبب الخوف خلص سبب التعب خلص لكن آثاره باقية يجي لك واحد وجههم شلفط مضروب خمسين كبوس كباس بتعرف أنه كان يمثل في باب الحارة قاعد بعمل الشبرية لك أولاك أخد له غرستين في أثر في وجه مبين الطوشي خلصت بس الأثر باقي مثال بالإنجليزي بدي علي جرى ثلاث كيلومتر كيف عرفت؟ عرجان مهلوك بقوله تعالي علي نمشي للبلد نتمشى بقوله مش قادر رجلي ورمانات ممكن فعلا رجله تكون ورمانة سجا has taken the first level of the English language واحد اسمها سجا حصلت على المستوى الأول في اللغة الإنجليزية طب وإيش الأثر؟ ما هي في المستوى التاني طب إيش الأثر؟ طب ما هي بتتكلم إنجليزي مثال واحد بيجي يقول لي ليش؟ ليش مسلا سجا شاطرة في الإنجليزي هيا شاطرة بقوله سجا has taken the first level of the English language ما هي ماخد كورس في الإنجليزي عشان إيش شاطرة؟ طب هي ماخده إلو أثر ما هو مبين على لسانها مبين شطرتها في أثر تاني إنهاية في الصفة موجودة عندي في المستوى التاني أو في المستوى التالت أو في المستوى الخامس موجودة في أثر خلصنا الدرس Thank you very much Have a nice time and have a nice day Enjoy your time استمتعب وقتكم